سدد الجيش رمحه الذهبي في المنطقة القاتلة من جسد الانقلاب إنها خلاصة المعارك الكبيرة التي اندلعت في منطقة باب المندب بمحافظة تعز منذ أيام منهية نفوذا عسكريا طويل الأمد للانقلابيين في واحدة من أكثر المناطق حساسية للملاح الدولية في العالم بعد أيام قليلة من تحرير مدينة ذباب الساحلية استعاد الجيش الوطني معسكر العمر أهم متجمع لقوات الانقلابيين في باب المندب ليفسح المجال لتقدم لا تحده صعوبات باتجاه مدينة وميناء المخى التاريخي المعركة كانت أكبر بكثير من إمكانيات الانقلابيين على الرغم من المحاولات المستميتة لضخ المعنويات فالبوارج الحربية التي اقتربت كثيرا من الشاطئ والطائرات السمتية من نوع أباتشي والطيران الحربي جميعها شارك في معركة تحرير منطقة باب المندب لكن لا يزال يوجد بعض الجيوب لمسلح المخلوع صالح والحوتي في سلسلة الجبال الشرقية المشرفة على المضيق وبالأخص في كهبوب التي تمتد عبر مديريتي المضاربة والواسعية حيث تدور حاليا معارك شريسة مع ما تبقى من هذه الجيوب في هذه السلسلة الجبلية وفقا للناطق باسم حورتعز العقيد منصور الحساني الاستعادة الكاملة لمنطقة باب المندب تحقق واحدة من الأهداف المهمة للتحالف العربي في لمن وتسند منطق هذا التحالف الذي يدرك أن بقاء الانقلابيين في منطقة كهذه يفرغ أي تأثير عسكري للتحالف من مضمونه قبل عام كان الجيش والتحالف قد بلغوا المنطق ذاتها واليوم يبدو أنه معازمان على عدم التفريط بهذه المنطقة مجددا والذهب إلى أبعد من مجرد تحرير المضيق إلى تأمينه بشكل كامل وذلك لن يتحقق إلا بقطع خطوط الإمدادات وإنهاء أي وجود للانقلابيين في محافظة تعز التي تحتضن مضيق باب المندب ترجمة نانسي قنقر